قطار سريع على السكة رابطة بين العاصمة الإسبانية مدريد ومنطقة فروليا تعرض لحادث بسبب انحراف أربع من عربته عن السكة في منطقة سانتياغو دي كونتوستيلا قرب محطة القطار مما خلف حسب شهود عيان أربعة قتلى على الأقل إضافة إلى عدد غير معلوم من الجرحة فيما تحدث التقارير إعلامية عن عشرة قتلى هذا الحادث الخطير يطرأ عشية تنظيم احتفالة دينية